السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم التصوير من الطبيعة الصامتة في هذا الدرس نتعرف على طريقة عمل هذه اللوحة وايضا آآ وسس وعناصر التكوين آآ الفني ونشوف آآ طريقة استخدام الوان الخشبية ايضا في التلوين اتمنى الاستفادة من الفيديو لا تنسى تعملوا لايك وتعليق وشاهدوا قناة ما تفعيل جرس حتى يصلكم كل جديد. عنده هنا آآ آآ هنستخدم معنا الوان الخشبية وقلو النصاص بابدأ في آآ بنرسم مربع آآ في منتصف الورقة داخل آآ 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 اشيرين سنتي مثلا في عشرين سنتي. بعد كده طبعا بنبدأ نعمل التكوين آآآ في المنتصف. بالراع فيه طبعا الاتزان والوحدة والتنوع. دي طبعا من آآ اسسيات اللي احنا يجب آآ مراعاتها عند الارس. طبعا بنرسم من اول الاشكال آآ نعمل التكوين بشكل هندسي عشان ابدأ اوزع العناصر بشكل جيد داخل اللوحة. بعد كده بابدأ اضع اللمسات آآ او التفاصيل. يعني ببساطة على نفسي طبعا ان انا برسمها آآ فيش اشكال هندسية. بهذا بهذا الطريقة كده. دي طبعا نسمي شكل دلنا. وآآ بعض الطمور. فالطريقة بسيطة وسهلا. اذا امنتها بس القواعد نقدر نطلع الرسم بشكل مزبوط. في هنا الاتزان. او الشيء الاتزان. الاتزان يعني ان الرسم لا تكون ولا يمين ولا يسار ولا اعلى ولا اسفل تكون في المنتصف. بحيث ان من راها العين تراها تحس ان آآ ان هي آآ شكل متزن. في ايضا التنوع سواء التنوع بقى في الحجم او في الشكل. ممكن نلاقي احجام كبيرة. وحجم صغير. وحتى في شكل الآن العناصر الموجودة. ما نبدأ نلون آآ ندلل بالشكل هذا طبعا ندلل بيكون مثلا لونها ذهبي. فممكن نستخدم اللون الاصفر لما عندنا ذهبي والبني. غمك باستخدام اللون البني او باستخدام درجات البني. وغالبا التلوين بالاقلام الخشبية هذي. بيكون بشكل الخطوط مائلة. زي ما احنا شايفين كده. وابدأ اوزع الضوء والظلال على الشكل. في ايضا عندنا آآ كمان آآ الوحدة الوحدة يعني آآ ان الشكل كله يكون كأنه قطع واحدة متماسك مع بعضه. بهذا الشكل اللي امامنا كل اشكال متماسكة مع بعضه. كأنها قطعة واحدة. زي ما احنا شايفين كده. طبعا نغمك باستخدام اللون البني. ونرى ايضا الظل والآآ مور. يبقى الاماكن اللي فيها الظل. بيكون طبعا آآ اغمك. اما الاماكن عليها الضوء بيكون فاتحة. بيضع ما بنعمل لها تدريجة في الالوان. والطبيعة الصمتة طبيعة الصمتة يعني الاشياء اللي هي آآ الثابتة التي لا تتحرك. وطبعا اقدر آآ احركها هنا وضعها في اي مكان. وبالتالي آآ بتسهل علي الرسم. والسهل علي ايضا ايضا وضع آآ الظلال تصليت الضوء عليها. بشكل آآ يسمح لطبعا بعمل لوحة جيدة. يبقى اذا الطبيعة الصمتة هي الاشياء الثابتة التي آآ لا تتحرك. سواء كانت فواكه او اشياء جمدات. آآ كل هذه اعتبرها طبيعة الصمتة. او الاواني طبعا سواء كانت فخرية او آآ معدنية زي ما احنا شايفين كده. بالتالي ده بسمح لان انا اضع الاشياء في اماكن حسب ما انا عايز في اللوحة واضعهم بشكل ترتيب او تكوين آآ معين. بتسهل علي طبعا آآ الشكل. طبعا ان تلوين الخلفيات ممكن اخترحنا الالوان حسب آآ الشكل اللي موجود عندي. ممكن اعمله لون معاكس او لون آآ او لون المجموعة اللونية يكون قريب من هذا اللون. متوافق يعني مثلا. هنا دخلنا اللون الاخضر مع الازرق وهنا ابدأ اعمل لون متوافق. آآ لون بني فاتح مثلا او درجة من درجات البني. عشان يكون فيه توافق في الشكل. اما في اعلى خلنا طبعا آآ الشكل في لون الازرق او الاخضر مع بعض مجموعة مع بعض. ونعم احنا اضلال ايضا باستخدام اللون البني الغامج شوي. زي احنا شايفين كده هنا اعملنا طبعا آآ خط الارض الارضية اللي هي فيها اللون البيج او البني الفتح هذا. مثلا في الثلاثة الاخير من اه اللوحة. شعن يكون الشكل اه متناسق او متوازي. في اللوحة. وشمنا طبعا طريقة توزيع العناصر الموجودة عندنا. وطريقة تلوينها طبعا وتدريجات اللونية. اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة